بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاف أجمعين أيها الأخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات سعادتنا غامرة أن نلتقي بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج بيان وتبيان ومع سؤال جديد في هذه الحلقة يقول هذا السؤال قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة آل عمران يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقال تعالى في سورة الفتح يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم السؤال لماذا قال الله عز وجل في آية آل عمران يقولون بأفواههم في حين أنه قال في آية الفتح يقولون بألسنتهم الأفواح أيها الإخوة الأفاضل أعموا وأشمل من الألسنة لأن الألسنة تشمل الأفواح فكان الأمر يتناسب مع الحالة التي ذكرت فيها الأفواح والألسنة تتناسب مع الحالة التي ذكرت فيها هذه الكلمة كلمة الأفواح ذكرت في آية آل عمران يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لأن السياق الذي وردت فيه هذه الآية يقول الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فدر أو عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم الأمر عظيم وخطير في هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة أحد والذين تخلفوا عن الدفاع في الدفاع عن المدينة المنورة التي يحيط بها المشركون فتخلف هؤلاء المنافقون متعذرين بماذا؟ قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم نحن لا ندري بهذا القتال وأيضا لا نعرف ثنون القتال ثم هم لم يتوقفوا عند هذه الحال بل كانوا مخذلين ومثبطين غيرهم من الناس في عدم الذهاب إلى القتال والجهاد في سبيل الله إذن الأمر خطير جدا في هذه الآية التي امتنع فيها هؤلاء المنافقون للذهاب إلى القتال في غزوة أحد في حين أن الحالة تختلف تماما في آية الفتح قال الله عز وجل سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا والله بما تعملون خبير المسألة هنا تختلف في آية الفتح هناك أعراب أرادوا أن يخرجوا ولكنهم تعذروا وتخلفوا عن الخروج فحجتهم في ذلك متعللين بانشغالهم بأهلهم وأولادهم ومع ذلك اعترفوا بذنبهم واعترفوا بأنهم كانوا مخطئين ولم يكتفوا بهذا بل طلبوا الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم جزاء ما اعترفوه من ذنب فالحالة تختلف في هذه الآية لأجل ذلك استخدم القرآن الكريم لفظة اللسان لأن الأمر هين لي فالموقف في آية آل عمران موقف عظيم موقف خطير فاستخدمت كلمة الأفواه لتتناسب مع عظم هذا الأمر وجلالته وخطورته وعظم اقتراف هؤلاء الناس الذين ثبطوا والذين حاولوا قدر الاستطاعة أن يعجزوا غيرهم عن الدفاع وعن الخروج في الجهاد في سبيل الله ولم يكتفوا بهذا ربما رأوا أن أمرهم هذا بعد نظر من قبلهم اعتقدوا أن هذا ذكاء من قبلهم وبعد نظر من قبلهم ولكن الله عز وجل فضحهم وأظهر أمرهم الأمر يختلف في آية الحديبية هؤلاء الناس الذين انشغلوا بأموالهم وانشغلوا بأهلهم وانشغلوا بأولادهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نحن نعتذر ونحن نأسف فاستغفر لنا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فكان استخدام الألسنة في حقهم لأن فعلهم كان هيناً ليناً يسيراً فاستخدم القرآن الكريم كل كلمة في سياقها التي الذي يناسبها واستخدم كل لفظة في المكان وفي المكان الذي يناسب هذا التعبير وهذا التصوير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفيقنا لما يحبه ويرضاه نلتقي وإياكم في حلقة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة